طبعا هسا همين سووا علي محتوى هابط عادل امام استخدمه بالمسرحية تمام؟ مو محتوى هابط من قال للاريال قال سبحان الله من هالقدوتة شوفوا شون يصير عادل امام خوفين مو محتوى هابط واحمد البشير هم استخدمه ها؟ يعني مو قحطان اول واحد استخدمه مو؟ من هالقدوتة ويطول مو بس قحطان عادي نروح سوي محتوى هابط هذا المهتلف هذا المحامي محامي الطشة واحد محامي زعطوق المهم مو مو موضوعنا تتذكرون ذاك الاسبوع من حتينه عن السيارات والارقام المميزة من كان موضوعنا عن اهلا بالحج جاي بريحة مكة ويا تتذكرون مو حلو اليوم صدر من رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية انه بعد ماكو ارقام مميزة تنباع من جوة جوة بعد ماكو مليون دولار ومليون دولار ومدرمينو هاي الهوزة كلها بعد ماكو بعد اكو مزاد علن يصير بالمرور العامة يم ملعب الشعب وكل اللي يريد يشتري رقم يروح للمزاد بعد ماكو بصماخ يروح يشتري رقم ويسوي واحد بغداد واحد مدرمين المهم هذا الخبر اليوم اسمع اخواني العزاء خبر مهم اعلنته مديرية المرور العامة اليوم اول اعلان الى في هذا البرنامج اللي هو استنادا الى قرار مجلس الوزراء الموقر للعدد 23129 لسنة 2023 وبناء على ما جاء بكتاب وزارة الداخلية مكتب السيد الوزير المحترم للعدد 535 في 2003 ستباشر مديرية المرور العامة وبتوجيه من السيد وزير الداخلية المحترم واشراف السيد مدير المرور العام المحترم ببيع الارقام المميزة الى المواطنين الكرام وعن طريق المزاد العلني خلال الايام القليلة المقبلة وسيتم الاعلان عن موعد البيع من خلال وسائل الاعلام المختلفة حلو شكرا لك سيادة العميد على هذا الخبر اللي يمكن تشمر رقال المحترم 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 سيادة العميد مو هو يقلت محترم تمام المهم على كل حال الرجال يريد يحافظ على خبستة القناة العراقية مع هذا اريد اقول لك شي سيادة العميد شكرا لهذا الخبر لكن هذا الخبر مو بجهود مديرية المرور العامة لا هذا الخبر احراج احراج من الرأي العام احراج الحكومة تمام سيادة العميد وبعد قلل شوي امان محترم 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 يعني قللها شوي اوكي تحياتي لك طبعا اما داسي للسيد العميد بالعكس رجل محترم بس خلاني انا نهمي نقوله محترم محترم تحياتي لك